بأخلاقنا نرتقي والقيم بهذابنا وبحسن الشيام بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانى إليها وحتى عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عليات الهمم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله هنا برنامج قيمنا حيث يكون للقيمة صوت نسمعه و شكل نعرفه إلى كل طالب جامعي و كل طالب سيخطو خطوة جديدة في حياته و في الحياة الجامعية و إلى كل طالب كذلك هو الأزال في الصرح الجامعي و الحياة الجامعية حلقتنا في هذا اليوم تتناول القيم للطالب الجامعي سنتعرف بإذن الله على أبرز هذه القيم و كذلك كيفية تطبيقها و العمل بها و ما هي أبرزها و أهمها و وسائل إن شاء الله للتحسين و لاكتساب هذه القيم و المزيد بإذن الله مع ضيفنا في حلقة اليوم الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري و هو وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة و المهارات في جامعة المريك عبدالعزيز حقيقة الله دكتور عبدالعزيز الله يحجيكم و نسعد بكم و شكرا و نحقيق على كريم الإستضافة الله أعطيك الله أعطيك العافية و أنت شكر كذلك على قبل الدعوة و إن شاء الله أنها حلقة مميزة دكتور نبدأ معك و نعرف لماذا بالتحديد نتكلم عن المرحلة الجامعية و لماذا نخصص لها حلقة و نتكلم عن القيم في هذه المرحلة الجامعية طيب بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله و صلاة و السلام على رسول الله حقيقة المرحلة الجامعية هي من أهم المراحل التي يمر بها الشاب و تمر بها الفتاة كذلك على اعتبار أن الطالب و الطالبة كذلك كان عندهم مرحلة ما تسمى بالطفولة مرحلة تبتدائية المتوسطة و ما تسمى بعد ذلك بمرحلة المراهقة تأتي المرحلة الجامعية هي مرحلة فاصلة باعتبارها مرحلة مرحلة مد و استقلالية كبيرة و يكون بعضها الطالب إن شاء الله عز وجل الطالبة في تكوين أسرة و يتزوج و يكون له إن شاء الله وظيفة و يدخل لسوق العمل فهذه المرحلة الحقيقة لها تفرد من هذه الناحية و لا أهمية كبيرة في تكوين الطالب في التأثير فيه في تكوين الشخصية و الاعتقاد الذي عند الطالب تزويده بكثير المهارات التي يمكن لن تكون موجودة حقيقة هذه أضيف إلى ذلك أن البيئة الجامعية هي بيئة مختلفة بيئة مختلفة تماما عن البيئة السابقة الكاملة التي كان فيها الطالب ممكن تدع تدد لنا أبرز الفروقات يعني الطالب في السابق كان يمكن عنده محضن في الأسرة بعدين دخل المدرسة المدرسة أيضا مهما كانت تشعباتها و مهما كان فيها عدد الطلاب كبير تبقى أنها بيئة منغلقة إلى حد كبير بيئة منغلقة يعني فيها مدير و وكيل مدرسين محدودين المدرس يمر عليها الطالب ممكن اليوم يمر عليها في السنة التي يتليها ما يمر اللي بعدها يمر يشوفه في الممرات البيئة الجامعية فيها اختلاف في هذا الناحية بمعنى أن الطالب قد يدرس في كلية مادة و في كلية أخرى ففي هناك نوع من الاستقلالية أن الطالب يشعر نفسه أنه كيان بمفرده و أخذ قرار كبير عنده أنه ممكن يأخذ المادة هذه و ممكن ما يأخذ المادة هذه و زميله ممكن يأخذ المادة العكس و ما يأخذ هذه المادة هو يصمم حياته و يصمم أخير جامعية نعم فيها جزء كبير من الاستقلالية جميل طيب دكتور نحن نتكلم للطالب الجامعي يعني ممكن تعديل المواصفات الطالب يعني مثلا في أي مرحلة عمرية هو أبرز المهام اللي هو قاعد يسويها ايش المواهب اللي هو يتحلى بها أو لا بد أن هو يتحلى بها نحن الطالب الجامعي نتكلم عن الطالب اللي يكون في عمر ممقن السبع طعش هذا تقريبا أقل الأعمار التي نممكن نعيشها اليوم و تمتد إلى مراحل عليا إلى مرحلة المجلسير إلى مرحلة الدكتوراه في مراحل عمرية كبيرة جدا لكن خلينا نتكلم عن هذه المرحلة التي هي ما بعد الدراسة الثانوية المرحلة هذه فيها قوة جسدية فيها استقرار عاطفي بمعنى أنه كان هناك فيه عنفوان في المرحلة المراهقة أو اعتدال بالرأي تأتي هذه المرحلة فيها شيء من الاستقرار من المرحلة الجامعية فيها شيء اللي قلناه قبل شوية اللي هو مرحلة الاستقلال الاستقلال ما هو فقط الاستقلال الاستقلال بالرأي استقلال حتى المادي يكون عنده استقلالية مادية يقدر يصرف على نفسه أو يحسل مورد آخر أو يحسل مكافأة مالية بيأخذها من الجامعة ففيها حقيقة شيء كبير أيضا الطالب يبدأ يخط لنفسه تخصص يتفرد به هذا التخصص لم يكن موجودا من قبل كان عنده نوع من أنواع التخصص في الثانوية لكنه ليس بما هو موجود حقيقة في الثانوية يضيف إلى نفسه يمكن أن يكون الطالب عنده مهارات أخرى يريد أن يكتسبها في المرحلة الجامعية ربما تساعده في التحاق بسوق العمل نعم طيب دكتور نحن ممكن في أحد المصادر المفيدة للطالب الذي هو دليل القيم الجامعي ما هو هذا الدليل لو تعرفنا عليه أكثر وكذلك الطلاب كيف هم ممكن يستفيدوا منه هل هو مثلا حتما سيجدوا فيه الفائدة والقيمة المضافة حدثنا أكثر عن هذا الدليل نعم الدليل قامت به جامعة ملك عبد العزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب الحقيقة عندنا نحن كنز ثمين في بلادنا هي رؤية عشرين ثلاثين هذا الكنز الثمين حقيقة أتى بجملة كبيرة جدا من القيم التي احتوتها الرؤية وخاطبت فيها الشباب أيضا من ضمن البرامج المهمة برنامج القدرات البشرية ممكن نحن استهدفنا هذا البرنامج برنامج القدرات البشرية واخذنا منه القيم اللي موجودة فيه وهي قيم كثيرة جدا ما يتواء منها مع طلاب الجامعة والمرحلة العمرية للطلبة للجامعة تم عقد برش عمل ودورات للطلاب والطالبات شاركنا أيضا طلبة من الطلاب إيش أهم القيم أو أهم عشر قيم نحن ممكن نخاطبها في طلاب الجامعة بحيث أنه نحن نوجه برامج النشاط الطلابي لهذه القيم وبالتالي نحن خدمنا الرؤية ونحن نسير حقيقة في تكوين شباب وفتيات يتجهون يعني يتسمون بقيم الرؤية وأيضا خدمنا حقيقة الطالب في أنه نعد شخصية متوازنة تحمل كثير من القيم عند الطالب الجامع بناء على حقيقة تم تحديد عشر قيم وانطلقنا بعد ذلك في أنه كيف يمكن للأنشطة الطلابية أنها تنزل هذه القيم على برامجها وعلى أنشطتها وأنها مثلا تقدم دورات الدورة هذه تخاطب قيمة من هذه القيم ورشة عمل أيضا كذا في المسرح الجامعي مسرحية تخاطب قيمة معينة ويعني تقدم هذا النبوذج نعم هو ممكن في رابط معين أو في موقع معين نوصل من خلاله للدليل نعم الدليل موجود على موقع عماد الشؤون الطلاب بإمكان التصفح وأيضا استفادة منه ممتاز إذن الطالبة بالتأكيد سيكون هذا مرجع كويس ومفيد بالنسبة له في موضوع القيم قبل أن أنتقل إلى أبرز القيم يعني يمكن في الحياة الجامعية في مسارات كثيرة في حياة الطالب زي ما أنت ذكرت في الحياة مثلا الدراسية في العلاقات في مثلا الأسرة القيم إيش تمثل للطالب الجامعي وإيش أهميتها في هذه المرحلة طبعا ما في أحد خلينا نقول لا يوجد طالب ولا طالبة إلا أولاده مجموعة ومنظومة من القيم نحن باعتبارنا في هذه البلاد المباركة أنه يمكن عندنا القيم الولاء الانتماء عندنا قيمة تقوى الله يعني قيم قيم المسؤولية ربما في المنظومة الجامعات الدولية هناك قيم يريد أن يعني يتمثلها الطالب مثل قيمة الأمانة العلمية أن يكون عند الطالب أمانة علمية قيمة التعلم وأن يكون للطالب حقيقة دافعية وأنه هو يبحث عن المعلومة ويأتي بها القيمة المسؤولية ويمكن يأتي تندرج ضمنها ما ذكرناه قبل قيلة مسألة الاستقلالية عند الطالب الجامع هي كثير من القيم مرتبطة بهذه المرحلة و بهذه المنظومة الجامع نعم طيب دكتور نريد أن نتكلم أكثر ونبحر في القيم ممكن أن المسؤولية هي أبرز قيمة فاصلة بين الحياة الجامعية وما قبلها كونه مسؤول عن كل قراراته وعن كل شؤون حياته فما هي أهمية المسؤولية للطالب الجامعي؟ طبعا هي المسؤولية كتاب الله عز وجل ممكن هو خير من يتكلم عن المسؤولية أننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فهذه أول مسؤولية يعني يعني يتطلق يعني يعني لابد أن يأخذ بها طالب الجامعي بشكل عام كلكم رائع وكلكم مسؤولية عن رعية هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالمسؤولية حقيقة لها أكثر من شكل لها أكثر من صورة أولا تجاه نفسه فهو مسؤول عن اعتقاداته وعن تصوراته وهو مسؤول أيضا عن العلم الذي يأخذه وهو مسؤول عن ما تقوم به الحياة وهو مسؤول عن نفسه أيضا هو مسؤول تجاه مجتمعه فلديه أيضا نحن كثير من الطلبا نطلب منهم والآن الحمد لله حتى في المرحلة الثانوية نطلوب منهم أن يكون له شيء من العطاء والتطوع تجاه المجتمع فهذا أيضا مسؤولية تجاه أسرته يكون عضو فاعل في الأسرة ما يكون عضو خامل يكون عضو فاعل يقدم الخدمات لأسرته وأيضا يكون هناك انتماء لهذه الأسرة و يكون له دور حتى في تعليم أخوته الذي أذين أصغر منه في إرشادهم في توجيههم في الأخذ بأيديهم في التخصص المناسف فهذه مسؤوليات متعددة لها صور مختلفة لابد أن يكون للطالب الجامع حظ و نصيب منها نعم أنت ذكر كذلك في مساعدة أخوانه أو الأسرة والأسرة توقع أنها كذلك جانب مهم في الحياة الجامعية هذا من أهم القيم التي تناولها الدليل و هم مسألة تقدير الأسرة يمكن اليوم يعيش الشباب و الفتاة مراحل تغيرات سريعة و مختلفة و حين تكون مخيفة إلى حد كبير و حضن الأسرة يعتبر هو من الأماكن الآمنة التي لابد أن يأوي إليها الطالب و تأوي إليها الطالبة فيجد عند الوالد و عند الوالدة الكثير من النصح و الكثير من الدفع الكثير من التوجيه ربما لا يكون من الكلام لكن حين حتى يكون بالسلوك و القدوة أيضا يكون جزء من الشعور بالمسؤولية أيضا تجاه الأسرة فالتقدير للأسرة حقيقة لا بد أن يكون حاضر أما أن يكون الإنسان مستقل و يظن حقيقة أنه ربما ليس بحاجة إلى أسرته هذا كرام خطير و لا يمكن أن يكون عند وعي الطالب في الجامع مسألة تقدير الأسرة و أن يكون هناك منضم لها و أن يكون عضو فاعل أيضا في هذه المنظومة و منظومة الأسرة طيب دكتور هل مثلا في وسائل معينة تساعد الطالب أن يكون عضو فاعل في الأسرة يعني مثلا أنا ودي اليوم أسوي مثلا برنامج أو فعالية أو حاجة داخل الأسرة لكن ما أعرف أو مثلا خايف من ردة فعل الأسرة مثلا و هي مثلا إيش بتسوي أنت بهذه الطريقة فكيف أنت ممكن توجه الطالب أو إيش الوسائل التي توجهه للطالب حتى هو يكون فاعل في الأسرة أو أنه يطبق برنامج في باله للأسرة يعني هو الموضوع ممكن ما يكون بهذا التعقيد ممكن نأخذه بشيء من البساطة أكثر يعني يعني هو الجانب المعرفي مهم أنه مثلا إذا كان عنده إخوة في المرحلة المتوسطة في المرحلة التدائية فهو يقرأ بعض خصائص و سمات هذه المرحلة هذا مهم جدا حتى يعرف كيف يخاطبهم هو لن يخاطب الإخوة الصغار مثل ما يخاطب زملائي في الجانب هذا واحد الجانب التطبيقي والبساطة في أي فكرة ممكن يقدمها وتحمل قيمة معينة و يريد أن يغرسها في نفوس مثلا قيمة التعلم يريد أن يغرسها و يفتعل مثلا مسابقة هذه المسابقة تكون على صورة محببة للأطفال و يبحث عن المعلومة سواء و يسهل لهم حتى أدوات الوصول للمعلومة و أيضا تكون هناك تحفيز و جوائز لهذا الموضوع فهذا نموذج لشاب و شابة جامعية فاعل في الأسرة يعلم و أيضا يرفع عن الأسرة و يخلق جو إيجابي حقيقة في هذا الكيان طيب دكتور غير أن التحسين أو تقدير الأسرة التي هي قيمة تقدير الأسرة غير أنها ستخلي للطالب بيئة هو يأوي إليها و يسكن فيها ما هي الأثار المتعدية أو الأثار التي تكون بين السطور من قيمة تقدير الأسرة طبعا من الأشار التي تكون بين السطور كما ذكرت هي حقيقة مثلا تكوين الأسرة المستقبلية الصورة المستقبلية للأسرة التي سيكونها هذا الطالب هو بالتأكيد سيكون إن شاء الله رب أسرة زوج و بالتالي أب و يكون صاحب مسؤولية فالنموذج هذا سأكيد سيستحضره في يوم ما أنه كان في عضو في الأسرة و كان هناك أدوار يراها في والده و هو يقوم بها تجاه أخوته فهذا من الفوائد اللي ممكن نقول فوائد خفية أنه حتى تساعده أيضا الفتاة لو كانت هي عضو فاعل في الأسرة أيضا ستستحضر هذا النموذج و هذا الجانب من المسؤولية تجاه الأسرة ستعتذره إن شاء الله عز وجل إذا فتحت البيت و أصبحت أم و لديها أبناء هذا الدور سيكون واضح عندها و حاضر و يمكن نقول بالمصطلح الأكاديمي هذا نوع من التدريب لها إنه ممكن يكون إن شاء الله هذا من الفوائد اللي ممكن تكون خفية نعم أيضا في تقديمه للمجتمع الأعطاء في الأسرة يكتسب من خلاله الطالب و الطالبة جزء من الثقة الدعم النفسي الذي يجده أي ناجح في الحياة سواء كان طالب أو طالبة ستجد أنه جزء من النجاح هو الدعم الأسري الذي يقدم له فهناك جزء من الثقة ثقة بالنفس هناك جزء من التعزيز هذا يمكن ما يظهر أمام الناس لكنه يظهر في الأسرة عندما يجد التعزيز حقيقة من والده من والدته من إخوته من التشجيع كذلك نعم نحن ممكن نقول أن الأسرة هي نموذج مصغر للمجتمع و المستقبل بالتأكيد لهذا الطالب نحن نسألناك دكتور فاصل قصير و نكون إن شاء الله بعده الحديث مشاهدناك كرام فاصل قصير و نعود مرة أخرى إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عليات الهمم محبة الله واحد تتعلق بالعمل الصالح لحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها اثنان أو تتعلق بالعامل الصالح لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو تتعلق بوصفه الصالح إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثلاثة أو تتعلق بالزمان الفاضل فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض لحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أي عشر ذي الحجة أربعة أو تتعلق بالمكان الفاضل فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله شروط التوبة واحد الإخلاص لله اثنان الإقلاع عن الذنب فورا فإن كان ترك واجبا بادر إلى فعله وإن كان فعل محرما بادر إلى تركه وإن كان ظلم آدميا بادر إلى إعادة الحق إليه واستسماحه ثلاثة انكسار القلب والندم على فعل الذنب والعزم أن لا يعود إلى الذنب مستقبلها أربعة أن تكون التوبة في وقت القبول القبول العام قبل طلوع الشمس من مغربها والقبول الخاص قبل حضور الأجل إلى قيم الخير حيابنا وأرواحنا عاليات الهمم مستمرين معكم مشاهدين الكرام في حلقتها اليوم الحديث هنا حول قيم الطالب الجامعي ضيفنا الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري وهو وكيل عمال شؤون الطلاب للأنشطة المهارات بجامعة الملك عبدالعزيز حياتي الله مرحبا الله يحب الله تكلمنا عن قيمة المسؤولية وكذلك قيمة قدير الأسرة وكذلك الولاء والانتماء هي قيمة من أكبر وأهم القيم في الحياة الجامعية فلو تحدثنا أكثر عنها وارتباطها كذلك بالطالب الجامعي طبعا من أهم القيم التي لابد أن يحملها الطالب الجامعي وهو بحاجة إليها أيضا قيم الولاء والانتماء ينتمي الطالب ويكون له ولاة حقيقة لبلاده لقيادة البلاد لولاة الأمر يكون له حقيقة هذا الولاء والانتماء متى ما كان بالشكل المطلوب سيكون الثمر التي تأتي بعد ذلك هي العطاء العطاء بلا حدود من قبل الطالب لهذه البلاد امتنانا وشكرا لكثير من النعمة التي أعطاها الله عز وجل بسبب هذه البلاد وهذا الأمن والأمان اللي نعيش فلا شك أنهم هي أهم القيم التي موجودة فيها وهذا حقيقة يمكن أدرسان نوجهها من هذا المنبر أنه من أهم القيم التي لابد أن تغرسها الأسر الوالد والوالدة الإخوة الكبار في الأسرة يغرسون في أبنائهم هذه القيم النبيلة قيم الولاء والانتماء والحب لهذه البلاد لأنه حقيقة هو دافع كبير جدا للعطاء والتطوع وتقديم الخير للمجتمع جميل دكتور هل ممكن تجسد لنا ولا أنتماء في صور مثلا أنا اليوم طالب جامعي توجهت للجامعة ختم حضراتي مثلا شاركت في أحد النشطة صفية وعدت للبيت في هذا السيناريو البسيط لكل طالب جامعي نعم هذا النموذج الإعجابي من الطالب أنه بعد ما ينتمي هذه أولا هو في الداخل للجامعة يشعر بامتنال لكل جزء من الأجزاء فتجد حتى مقدرات الجامعة ينظر لها بإعجاب فضلا أنه يحافظ عليها وأنه ما يخالف الأنظمة والقوانين الموجودة أيضا هو ينظر إليه بشيء من الفخر وشيء من الاعتزاز في خارج المنظومة تجد أنه له أدوار في الحي المحيط الذي يعيش فيه لهدور يقدم ويعطي يعني يتفقد الجيران موجود عنده هذا الولاء والانتماء فهو لماذا هذا كله لأنه يحب هذا الكيان ويحب هذا الوطن ويحب حقيقة أفراد هذا الوطن وهذا المجتمع الموجود قيادة هذا الوطن يدين لها كثير من الامتنان والولاء والانتماء والحب فبالتالي هو إذا عاش فتجده إذا عاش هذا الوطن فتجده يعطي بلا حدود ويقدم لأسرته ويقدم للحي الذي يعيش فيه يقدم للبيئة وغدا سنجل إن شاء الله ثمرة نافعة إن شاء الله في المجتمع في سوق العمل نعم وفعلا هي قيمة مؤثرة ومتعدية فتصل إلى الاحترام إلى التقدير وأيضا تجعله مسؤول عن كل شيء صحيح يعني بالفعل يجد أنه هو مسؤول عن كل شيء هو يهمه أنه يكون هذا الشارع نظيف ويكون هذه الخدمة تقدم بالشكل المطلوب يساعد في تقديم ملحوظات يساعد في تقديم أي تطوير أي مقترح جميل دكتور ويمكن كذلك ولكن أنت لا يرتبط بالاحترام نعم فكيمة الاحترام وكيمة التقدير في حياة الطالب الجامعي كيف هو يطبقها ومع من يطبق كيمة الاحترام طبعا الاحترام للجميع يعني الكبير هو أصلا هذا معنى موجود في الإسلام فهو يقدر الكبير كبير السن يقدره مهما كان عربيا مع جبيا مسلمان أو غير مسلم فهو يقدر الكبير ويجله ويقدم له شيء من الاحترام الصغير يقدم له شيء من الرحمة وأيضا يحترم من الجيد أنه عند الطلاب الجامعة أن يكون عندهم شيء كبير جدا من قبول آراء الآخرين واحترام آراء ربما تجد أن رأي ما يعجبك سخيف لكن أنت ملزم بهذه القيمة لأن هذه القيمة تنبع حقيقة من دينك أنت ومن اعتقدك أنت أنك تحترم آراء الآخرين ما في مشكلة نوجه النقد نوجه النقد بأدب نوجه النقد باحترام لكن في الأخير الرأي أن يطرح لابد أن يحترم صاحب هذا الرأي يسفى وهذا جزء من عملية الإحترام إحترام الأنظمة والتعليمات هذا جزء من الإحترام الإحترام التقاليد والعادات هذا جزء من الإحترام العرف المجتمعي العرف المجتمعي نعم أنت إذا نزلت في أي منطقة اليوم نحن هنا لكن أنا ممكن أن أتعين في منطقة أخرى لها أعراف مختلفة ولها طريقة مختلفة ولها عادات مختلفة فلابد أن يكون جزء مما تعلمته أنا في هذه المرحلة مرحلة الجمعية الإحترام إحترام التقاليد إحترام العراف إحترام ما تقدمه المجتمعات الأخرى من ثقافات أخرى نعم ويمكن الإحترام يقدرنا إلى قيمة التعلم لكن نجيها بعد شوية زي ما ذكرت الطالب إذا هو مثلا في مدينة وانتقل إلى مدينة ثانية للدراسة فبطبيعة الحال في تغير لثقافة المجتمع في المدينة الثانية فكيف هو يتعلم و يطور نفسه سواء في هذه الثقافة أو في مجالات كلها ولكن بالنسبة لقيمة الإحترام أنا مثلا كنت في محاضرة مع عضوها على التدريس مثلا عضوها على التدريس مثلا يعني وجهت فيه مشكلة معاه أو اخترت معاه في النقطة زي ما أنت ذكرت ما هو تصرف الصحيح في هذه الحالة حتى لا نفقد قيمة الإحترام أولا هو معلم فله تقدير المعلم يعني له تقدير المعلم بحيث أنه ما يقاطع يترك حتى يكتمل الكلام و لا بد أن نضع فيه مرتبة أنه هو مرتبة أعلى ربما هو أعلم مني فيه شيء معي الاحترام أنه حتى لو ما عجبك الرأي الذي يقوله المعلم ما تنتقد إلا الفكرة أما تنتقد الشخص فهذا مشكلة جدا تنتقد الفكرة الشخص و كل شخص له طريقة و له أسلوب و له طريقة في الصوت و طريقة في الأداء فما في داع أن ندخل كما يقال في التنمر إلى الأشخاص إنما ننتقد الفكرة و نتكلم في الفكرة و لا يجوز بأي حال من الحال أن شخصنا الأمور و نجعلها مسألة شخصية في هذا الأمور و حتى يشعر الأستاذ بهذا النوع من الاحترام جيد أن الطالب يشعر أستاذه بهذا الجزء من الاحترام و أنه أنت لك تقديرك و أنت لك فضل علي و أنت كذا لكن أنا عندي استفسار وسيط في نقطة معينة أود أن تتوضح لي و إذا خالفته حتى أو خالفه بأدب جم ربما أنا سمعت في معقطع آخر أستاذ الجليل أنه أتى في هذا المكان كذا و كذا و كذا أنت رأيك في هذا ثم لا يخوض كثيرا في عملية الجدل إذا رأي أن الأستاذ مثلا متمسك برأي في مسألة معينة في قانون معين في الرياضيات في حل معين خلاص هذا الأستاذ له توجهه له كذا ربما يكون الأستاذ مقتل لكن هنا أعتقد أنه لابد أن تنتهي مسألة النقاش حتى لا نفقد هذا الاحترام بي جميل دكتور طيب إلى قيمة التعلم يعني يمكن هي القيمة الأكبر و الأسمى في الحياة الجامعية حدثنا أكثر عنها و كيف الطالب يكون شغوف و متحمس بشكل كبير للتعلم في كل النواحي نعم هو الجميل في المرحلة الجامعية أنها تطلق لقلق الحلقة العنان في أنك تأخذ من مصادر التعلم المختلفة الأستاذ الجامعي هو جزء من هذه المنظومة ممكن كلنا درسنا و أنتم درستم و كثير من طلب الجامعين يدرسون و الأساتذة الجامعيون دائما يقولون أنت لازم تبحث أنت لازم يكون لك جهد أنت لازم تساعد في المادة لازم تكون معي هذا جزء من المنظومة الأستاذ الجامعي هو جزء من المعلومات هو يصحح يوجه يعطيك مصادر المعلومة لكن الطالب أيضا لابد أن يأخذ بزمام الأمور و أن يتعلم المصادر المعلومة اليوم متاحة القواعد البيانات الموجودة في المكتبات الجامعية حول العالم كثيرة جدا و بشتى اللغات و اللغة العربية واحدة منها و ممكن الطالب لو وضع أي مفتاح سيجد أبحاث كثيرة كتبت في هذا الموضوع من الجيد أن يأخذ فيه المحركات البحث الموجودة السهلة هي جزء من التعلم لكنها ليست كل شيء بمعنى الطالب ممكن يأخذها و يتعلم المهارات في كيفية استخلاص المعلومة منها لكنها ليست كل شيء اليوم الذكاء الصناعي عندنا موجود الذكاء الصناعي هو إن شاء الله نقول نقطة إيجابية لكن قد يكون وباء أحيانا على الطالب الجامع إذا اعتمد الطالب عليه في أنه يكتب له أو يحل له تكليف معين أو يأتي بشيء معين هذا سيكون وباء على لكن الجانب المضيء في هذا الموضوع دعنا نتكلم عن الجانب الإيجابي أنه قد يسرع من الوقت و يختصر عليك وقت كثير جدا في أنك كيف تحصل على هذه المعلومة يساعدك و يرشدك في هذا الموضوع و هذا مهم جدا حقيقة أحيانا يساعد الطالب في كيفية الصياغة كثير من الطلاب يأتي بالمعلومة لكن حقيقة عنده مشكلة في الصياغة المعلومة حتى يضعها في تكليفه في بحثه في كذا هذا ممكن نتساعد فكل الأدوات الموجودة هي مساعدة لك من أيضا من الأشياء الجميلة في مسألة التعلم ما يتعلق بالأنشطة غير الصفية و أن الطالب أيضا يكون له جانب من التعلم في غير مسار الدراسة مسار الدراسة أنت تخصصك مثلا قانون أنت تخصصك إعلام أنت تخصصك طب أنت تخصصك هندسة هناك شيء غير موجود في الصف لا بد أن تأخذها من خلال النشاط الطلابي و احتكاكك بالبيئة الجامعية البيئة الجامعية معناها أنه في أساتذة في تخصصات مختلفة هم علماء موجودون و ممكن أن تستفيد منهم أنا طالب الطب لدي مهارة في الإلقاء سأجد أساتذة متخصصين في كلية الإعلام سيفيدون كثيرا في تطوير أو تنمية هذه المرهب موهبة عندي أيضا على العكس أنا طالب إعلام أريد أن يكون لي حظ و نصيب مثلا في مهارة و حجة رياضية مثلا أو كشفية مثلا لأن الكشافة هي جزء من منظومة النشاط الطلابي في الجامعات فأشارك ستجد أنه مثلا في الحج والعمرة عندنا طلبة كشافة من مختلف التخصصات يقومون و يكتسب مهارة ما هي هذه المهارة هي مهارة إدارة الحشود كيف أنه يشارك في مهارة إدارة الحشود في مواسم مثل مواسم عظيمة هذه ما تتكرر فرصة لأي طالب في العالم إلا طلاب المملكة الحمد لله أنه يكون هناك مشارك في مثل هذه المواسم الكبيرة و يكتسب من خلالها مهارة مثل هذه المهارة مهارة إدارة الحشود جميل دكتور أريد أن أسألك سؤال في عندنا النشاط الصفي و النشاط اللا صفي ممكن أن نقول التعلم داخل الفصل و التعلم خارج الفصل كم أعطيه لكل واحد أنا اليوم مثلا عندي دراسة في المنهج و عندي كذلك الأنشطة هذه الخارجية دعنا نقول سبعين ثلاثين هي ما تقل عن السبعين هي أكيد الدراسة لأن الطالب سيقضي معظم الوقت في داخل الجامعة فيها و الطالب الجامعي حسب تخصصه يعني حين بعض التخصصات تكون حقيقة يعني تقضي على الوقت تماما و الطالب يأخذ منه جهد كبير جدا لكن ما يمنع هذا أن يكون له حظ و نصيف في الجانب الآخر في جانب المهارات غير الصفية حتى ينمي مهاراته اليوم أنا عندي طبيب و طبيب طبيب تخرج بدون أي مهارات من المهارات غير الصفية بمعنى أنه ما عنده شيء لكن طبيب آخر تخرج و عنده مثلا نقول مهارة تصوير متفوق زياد مثلا عنده مهارة إلقاء عنده مهارة إدارة الحشود كما ذكرت عنده مهارة في إدارة الأزمات مثلا و ستجد عنده شيء يفاضله عن هذا و كثير من الشركات الكبرى اليوم التي تزول الجامعات تقول الجميع عندي مهندس لك أنا أريد أن أفاضل بينهم تأتي هذه المهارات غير الصفية لتصنع شيء من الفرق عند الطالب الجامعي و هي ممكن لحده الدكتور تخلق فرصة عمل جديدة مثلا الدكتور في دارة الحشود ممكن هو أنا عندي نماذج من الطلبة اليوم حصلوا على وظائف مخالفة لتخصص من الجامعي عجيب كلها بالأنشطة والإتجابة طالب أحياء اليوم هو مذيع في إحدى القنوات طالب أحياء تخصص أحياء لكنه في الأخير ما توظف أحياء مهارة التي ما أرزها في النشاط غير الصفي كانت مهارة إعلام و إلقاء فبالتالي اليوم نجده في واحدة من القنوات الفضائية و هكذا على هذا المنوار ستجد أنه كثير من الطلبة ربما ما توظف في التخصص الرسمي و هذا موجود حول العالم بالمناسبة و ليس عندنا فقط ربما أن هذه المهارة الأخرى التي اكتسبها من خلال البيئة الجامعية و تواجده في البيئة الجامعية و أن يكون لوحظ و نصيف فيها هي التي إن شاء الله عز وجل حصل من خلالها نعم فعلا التعلم يفتح فضاء مجال كبير للطالب و هي فرصة كبيرة بالنسبة له طبعا دكتور رب العزيز الحياة الجامعية هي ليست مجرد بس طالب و تعلم ففي ذلك أركان كثيرة تشترك لخدمة الطالب فودنا بعد الفاصل هذا نتكلم عن أعضاء هي التدريس و دورهم الفاعل و و إيش هو أثرهم في القيم للطالب الجامعي مشاهدنا كرام فاصل و نعود من الأخرى الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات واحد أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار و يستأمنه عليه و ينهاه عن إفشائه فلا يجوز له أبدا أن يخبر به و أن يخون الأمانة إثنان أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه كأن يحدثه و يلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد و قد قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة أي يجب حفظها ثلاثة أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك وهذا أيضا يقع مع المفتي و المستشار و نحوهما إلى قيم الخير حيا بنا و أرواحنا عاليات الهمم مرحبا بكم مرة أخرى و مشاهدين الكرام و بالتأكيد حديثنا مستمر في قيم الطالب الجامعي دكتور رب العزيز سنلقى بالفصل عن دور أعضاء أهيئة التدريس في تحسين و تطوير القيم للطالب فعكينا أكثر عن هذا الجانب طيب الله أعطيكم العافية هو طبعا أدوار أعضاء تدريس في الجامع هي ليست مقتصرة على الفصل الأكاديمي الذي يكون فيه الأستاذ هو مطلوب من الأستاذ أنه يقدم المادة و مطلوب من الأستاذ ساعات مكتبية يجلس فيها مع الطلبة و يرشدهم و مطلوب من الأستاذ أيضا إرشاد ما يسمى بالإرشاد الأكاديمي و مطلوب من الأستاذ أيضا ما يسمى مع طلبة الماجستير و الدكتوراه الإشراف على الرسائل العلمية و مطلوب من الأستاذ مشاركات مجتمعية أو تطوع و غير ذلك مطلوب منه أدوارك حقيقة كثيرة بقدر ما لديه حقيقة من الامتيازات بقدر ما لديه أيضا من المسؤولات الذي لا بد أن يطلع بها الأستاذ المتخصص تجاه المجتمع ونضرب على ذلك أمثلة اليوم أستاذ متخصص مثلا في الكيميا الطالب يأتيك في الساعات الأكاديمية الطالب يحتاج منك إلى جزء من التوجيه الأبوي تجاه أن الطالب يا ابني لا بد أنك تهتم بالدراسة لا بد أن تعطيه شيء من مهارات تنظيم الوقت عند الطالب لا بد أن تنظم وقته حاصة عند بعض الطلبة مسكين لا يوجد فوضى في تنظيم الوقت وهذه الفوضى تنعكس بطريقة بأخرى على الأداء الأكاديمي عند الطالب فهذا دول من أدوار الرشاد الأكاديمي عند الأستاذ أن يجلس مع الطالب وينظم له وقته ويعطيه بعض النصائح أيضا ربما يعطيه بعض النصائح في تسريع عملية التعلم يعني يرشده إلى بعض المقاطع مثلا في قناة يوتيوب أو في غيرها يتعلم من خلالها تختصر عليه يحل بعض المسائل يرشده إلى بعض الإرشادات أيضا بعض الكتب بعض المراجع إلى غير ذلك في مركز تتوقع كذلك لإرشاد نعم موجود مركز الإرشاد الأكاديمي فهذا دور من أدوار الأستاذ الأكاديمي اليوم أنا عندي أستاذ أكاديمي في الكيمية ربما يكون عنده دور من المجتمع في توعية المجتمع مثلا ببعض المركبات الكيميائية الخطرة فهذا تلاقي مثلا يخرج في فيديو وفي مقطع توعوي نعم يبسط المعلومة لهذا المجتمع الذي يسمعه اليوم لهم ويبسط لهم هذه المعلومة من واقع التخصص ومن واقع الخبرة ببعض المركبات الكيميائية الخطيرة التي قد تكون في البيوت أحيانا قد تكون في المطبخ هذا دور مطلوب منه حتى يساهم في المجتمع ومساهمة فاعلة جميل دكتور نحن في الحديث عن القيم القيم كثيرة ومتشاعبة ومتعددة فالطالب يحتاج إلى قيمة الآخر ممكن لا يحتاج لها فهل مثلا في قيم أنا مثلا كأويس أو كأي طالب جامعي أقرر أني أركز على هذه القيم أكثر من غيرها بالتأكيد نعم طبعا فيه جملة قيم منها التي تكلمنا عنها لا بد أنها أساسية نعم أساسية لكن هناك مثلا قيم أكون أنا فيها قوي فما أحتاج أني أركز عليها كثير لكن عندي قيم أنا فيها ضعيف يمكن مثال الذي ذكرنا قبل قليل نعم خلال الفاس يكون شايف نفسه أنه يده ماسكا شوي بخيل فهو بحاجة أنه يدرب نفسه ويربي نفسه كثير على مسألة العطاء 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 حتى يتخلص من هذه الصفة صفة الإمساك والشح وينطلق في الصفة المقابلة صفة العطاء صفة الكرم صفة الإنفاق و كما يقولون البخيل في ماله هو بخيل في أشياء أخرى يعني يعطي حتى من علمه يعطي من جهده يعطي من وقته يعطي من أشياء كثيرة في حياته و يبذل لهذا المجتمع فنعم قد يكون الطالب عنده جوانب قوة و عنده جوانب ضعف يركز كثيرا على جوانب الضعف و أيضا يعزز جوانب القوة حتى لا يفقدها جميل طيب دكتور كيف أعرف أنا القيمة التي يحتاج أن أطور نفسي فيها هل في مثلا وسائل أو مصادر ممكن طبعا الأسرة هي من أهم المصادر في هذا الموضوع نعم كما يقولون باللغة العمية هم أبخس بولدهم يعني هم عارفين نعم هذه من أهم المصادر حتى في كثير من الإخصائيين عندما يسألون عن الشخص يسألون عنه والده و والدته أقرب الناس الوحيد نعم لأنهم يعرفونه منذ طفولته بعض الصفات حين تنمو 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 فالملحوظ الذي يأخذها من والده أو من والدته يسمعها أنه أنت فيك الصفة الفلانية لا بد أن يتنبه لها المعلم الذي يكون مخالط للطالب أكثر من مرة الصديق الخليل و من الجميل أن يكون هناك صديق وفي من وفائه أن يعطي حقيقة بعض الملحوظات لزميله أنه والله ترى أنت لا بد أن تنتبه في هذا الجانب أنت عندك الجانب هذا مرة ممتاز جيد أنك تطور وكذا ربما يكون لك مجال وقوة فيه و عندك هذا المجال تحتاج أنك تنمو نفسك فيه بين الفينة والفينة جيد أنه هو يسأل الناس اللي يرى فيهم أمانة وصدق و يقول أنتوا إيش شايفين فيه إيش أهم الإيجابية اللي عندي إيش أهم الأشياء اللي فيها قصور عندي حتى أنا ممكن أن أطور نفسي فيها فنحن عندنا مصادر كثيرة للمعلومة يأخذها من المورد الأصغي الأسرة يأخذها من الصداقة يأخذها من البيئة اللي يختلط فيها مثل بيئة المدرسة و بيئة الجامعة المعلم في المستقبل ربما يأخذها من بيئة العمل مع المدير مع المرؤوسين اللي أدنى منه حتى يتعرف كثيرا على جوانب قصور لديه جميل دكتور طيب لو نحن في نهاية الحلقة نأخذ قيمة معينة و أي قيمة بشكل عام و أدنا نطورها و نعززها في الطالب الجامع فنقوم مثلا قيمة العطاء هل في وسائل أو ثلاث خطوات أو أي كان عدل خطوات هذه في تعلم أو تطوير أو تحسين أي قيمة بالنسبة لي أنا أريد أن أتعلمها طبعا الجانب المعرفي مهم بمعنى أنه يقرأ و الحمد لله نحن عندنا دين عظيم و عندنا نصوص و نماذج و أمثلة كثيرة جدا و اليوم كثير من الموسوعات موجودة تتكلم عن القيم و تتكلم عن الأخلاق بشكل موسع جدا لكن الجانب المعرفي مهم حتى لا يدخل على القيمة هذه ما ليس منها و يتأسس بشكل صحيح الجانب الثاني هو القدوة و أن يكون لديه قدوة حية القدوة العظيمة في حياته و قدوة النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم قدوة صلى الله عليه وسلم و أيضا يكون له قدوة في حياته مثلا في قيمة العطاء القدوة ما ينتخبها كذا لكن القدوة تعرف بماذا تعرف حقيقة بتزكية المحيط و أن يعرف عن هذا الشخص أنه عطاء و أن يكون لديه قدوة حية يقتدي بها ممكن يكون عنده أكثر من قدوة ما يمنع مو هو واحد يكون عنده أكثر من قدوة أكثر من نموذج من النماذج العطاء عطاء مالي هذا موجود نموذج قدوة ممكن يكون واحد ثاني عنده عطاء في التطوع و بمعرفي و ما شاء الله عنده جانب كبير في هذا الموجود و أيضا الممارسة هذه من الخطوات المهمة لا يمكن أن تكتسب مهارة إلا بمعرفة و كذلك القيمة لا بد أن تمارسها يوم تكون مقصر فيها المرة الثانية تعدل فيها المرة الثانية تعدل فيها و كلما خطوة خطوة ستسمع هناك يعني انتقاد هذا لا تأخذ على انتقاد و تزعل منه لا تأخذ على النقاط ربما تكون تحتاج أن تطور نفسك فيها إذن الخطوات الثلاثة يعني وجدت نظرك في التعلم أو في اكتساب القيمة أولا التعلم ثم اتخاذ قدوة و بعد ذلك الممارسة جميل دكتور نحن وصلنا إلى هذه الحلقة و كانت حلقة سريعة و ماتعة مع أكلاتك العامي دكتور أنا في العادة دائما من نهاية كل حلقة ألأخص حلقة في كلمة فمن وجهة نظرك دكتور عبدالعزيز و أنتكذلك لك تجربة و لك يطلع كبير في الحياة الجامعية و مع الطلاب في عماد الشمال الطلاب فقيم الطالب الجامعي في كلمة من وجهة نظرك ما هي هذه الكلمة التي تلخص الكلمة أو القيم هل من كلمة أو عبارة يعني تجملة يعني توصي بها الطلاب أنه هذه هي خلاصة القيام أو أهم قيمة مثلا في الحياة الجامعية والله أن يكون حقيقة الطالب يعني يمكن أن يقول صاحب التزام كبير تجاه نفسه تجاه أسرته تجاه مجتمعي لا بد أن يشعر بهذا الجامع حقيقة التوازن لا بد أن يكون حقيقة صاحب التزام كبير و يتطلع بهذا المشئولي حتى في بيئة العمل و أيضا في الأسرة بإذن الله شكرا لك دكتور عبدالعزيز الله تعالى شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة في حفظ الله و السلام عليكم و رحمة الله بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم